وعلى الفور أعلن نواب عن جمع تواقع نيابية لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لإخفاقه بإدارة الأزمة المالية في البلاد وظهرت وثيقة حصلت عليها قناة الفلوجة تحمل تواقع أربعين نائبا يطالبون باستجواب وزير المالية بسبب إخفاقه بإدارة الأزمة المالية ولجوئه إلى أساليب وصفوها بالدنيئة تمس أبناء الشعب العراقي من خلال التلاعب بسعر صرف العملة العراقية مطالبين بمحاسبته على فشله في أداء مهمه كوزير للمالية ودع النواب رئاسة البرلمان إلى تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب قبل انزلاق سعر صرف العمل إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها